اسمي ناجلاء عبد المولى دغمان في بنغازي ولدت وربيت وعيش في بنغازي قبل الانقلاب مباشرة من 67 تولى رئاسة الجامعة الليبية وما كانش فيها جامعة بنغازي وجامعة طرابلوس كانت الجامعة الليبية ككل والدي وقتها كان في فينة في مؤتمر رؤساء الجامعات عرض عليه لما شافوا ان انقلاب واحتمال الأمور تكون سيئة ان يظل هناك ويأخذ فرصة عمل في السعودية ومش عارف فرفض بشدة وقال لا ان البلاد اكيد فيها حاجة ومحتاجتنا رجع يوم اللي رجع ثاني يوم انقي الطب عليه قعد شهر في سجن الكويفية في بنغازي بعد الشهر هذا افرج عنه ولكن ضل تحت الإقامة الإجبارية بس طبعا كان يدرس في الوضع كان يشوف الأمور كيف حتمشي فكان هو ومجموعة من رفاقة منه السيد أحمد برحيل كانوا يترددوا عليه فكانوا بدو في عمل مناشير توعوية للناس ان ترفض الحكم العسكري لأن مش هكون له مستقبل فقبض عليهم في 36 1970 حكم بعشر سنوات سجن في حين ان في القانون ليست اكثر من سنتين كمناشير وطباعة فقط ولكن العشر سنوات كانت نتيجة دفاع المستميت عن القضية اللي هو يؤمن بيها وكيف كان هو يحكي مع القاضي شخصيا حتى المحامي كان يقول له اسكت عطيني فرصة أن ينطلعك فكان يقول له هي كلمة حق سأقولها وأرحم كان مرتقد في داخله أنه حيعدم فكان لازم يقول شن هي وجد النظر اللي هي بيقول هي أمي الله يطور عمرها طبعاً والدها كان رئيس حكومة سجن حتى هو في نفس اليوم صدر حكم زوجها وحكم والدها بعشر سنوات وهي وجدت نفسها كان عمرها 28 سنة وقتها مسؤولة عن أربع ابنة وزوجة ومرت أب و11 أخت وأخين وجدتها فكان كل هذومة في رقبة أمي اللي هي مرتبها 85 جنيه في هذا كل وقت عملت المستحيل لكي تلم هذه القصة الحمد لله نحن شن كنا كنا أول اثنين طبعاً ممنوع عليه الزيارة والدي أول زيارة سمح بيها الأمي لقاتها طبعاً هيكل عظمي والدي كان مليان قالت أن كل تليفون بعدها كان يجيني كنت نعتقد يقوله تعالي استلمي الجثة جدي كان رئيس حكومة طبعاً في عهد الملك ولما جو حكمه اعتبار أنه كان رجل من قيادات الدولة الملكية لم يجدوا عليها أي شيء وقتها كان القذافي وحاكم رموز النظام الملكي على الملأ عشان يوريهم أن شن كان الفسادة يا مالك وكذا وحاكمة جدي جد بالعكس تماماً أعلت أسهمة عند الناس حتى ما كان شي عرفة عرف من هو حسين مازك شجاعته كيف أنه وقف المحكمة وقال الكلمة هذه فكان عندها شعبية لا توصف في ليبيا كلها في أرجاء ليبيا وطبعاً طلع هو زي ما قلت الحضرتك في الأربعة وسبعين سؤل هواري بو مدين والي هو أحد الأطناش اللي هو من مجلس قيادة الثورة أن حسين مازك لم تجدوا عليه شيء ولم يتهم بشيء لماذا حكمته بعشر سنوات فقال لهم تفهلنا الثورة لما مشى وقتها زعيم عبد الناصر كان قومية العربية وضد الأمريكان ومش عرف جدي كان مصر على أن قواعد الأمريكان تطلع في معادها المحدد فعيد الجلاء لم يكن عيد جلاء من القذافي كان هو أريدي خلاص العقد حينتهي وجدي كان مصر أن ينتهي لأننا كان مطلب شعبي في ذلك الوقت الأمريكان كانوا يحبوا يقضوا أكثر وجدي رفض لما مشافي محاورات مع مصر عبد الناصر قال لي يحسين بي الأمريكان اشتكولي منك وكان معه السيد فتحي الخوجة فقال لي كيف يا سيدة الرئيس قال لي يعني خف عليهم شوية قال لي هذا مطلب شعبي وانا مستحيل نقدر نتجاوز عنه ولما طلع كان يحكي للسيد فتحي الخوجة ويقول له هل يصدقني حد لو نقول أن أمين القومية العربية يقول لي خلي الأمريكان مش سيصدقني حد فقال لي يا سيدة حسين لو جاء الأمر أنا حشهد بما رأيت وللأسف هم اتنين توفوا كانت فيه معلومات في المحكمة يعني معلومات مؤكدة من بشير هواري أن كانت تحت رجل لبطمة البطن بتاع الكهرباء أن لو حسين مازك حكاء على الحادثة هذه يطفئ النور على المحكمة وينقطع الإرسال لأن عبد الناصر زي ما قلت الحضرتك كان القومية العربية والهدف وراء الثورة فمستحيل يحكي حاجة زي هكي ويشوه سمعة عند الناس فكانوا خايفين من الحاجة التاريخية المهمة ترجمة نانسي قنقر